اشتركوا في القناة ولكن رغم من الزباب الالكتروني والناس اللي يعني مش عايزة اقول يعني الفاظ قاسية ولكن قاعدين يبررونه طيب اصداد عندنا مقام ابراهيم احنا قلنا جمعنا عندنا مقام ابراهيم بينك وبين قدامك وبعد كده الكعبة في الخلفية او كعبة قدام مقام ابراهيم مش هتمشي حتى يعني اي تبرير اصداد ربنا موجود في كل حتة وبيدعيله في اي حتة طيب احنا قلنا جمعنا النظر للكعبة ده عبادة والدعاء وفيه دعاء حتى عند رؤية الكعبة مش ده موضوع بتاعنا حقيقة وان كان ده ينم على جهل كبير جدا وهو عايزين اللقطة دي حتى يباني السيسي في الحرم ويرفع ايدك هنا وحتى في اتجاه الصفة والمروة لما حد يبتجي الصفة والمروة لما بيجي يبدأ اي شط من اشواط بيتجي نحية الابلة ومن اداة بالدعاء طبعا ان هو يحد يتجي للابلة في اي حاجة ولكن انا مش هاقف عند النقطة دي انا هاقف بس